مجلس الإدارة كمان وافق على مشاركة الفريق الأول لكرة السلة رجال في البطولة العربية رقم 34 اللي بتستضفها الكويت ده في الفترة هتكون من بين 5 ل 15 أكتوبر المقبل وكمان وافق المجلس على مشاركة رجال اليد في بطولة الأفريقية رقم 43 اللي هتستضفها تونس في الفترة من 28 سبتمبر حتى 10 أكتوبر المقبل فبالتوفيق إن شاء الله قدامنا لسه بطولات وقدامنا لسه زي ما بتقال challenge كبير إن شاء الله يعني يكون الانتصار أو الفوز من نصبنا نحن أكيد نستاهل